تطورات مهمة تطال علاقات السعودية الدولية تحصل مؤخراً المملكة تعلن عن توجهها لفتح قناة تواصل مع إيران وتخطط للازدهار المشترك معها ووزير المالي السعودي يكشف عن موافقة بلاده على اعتماد عملات أخرى غير الدولار في المبادلات التجارية واحتمال اعتماد الريال السعودي يبدو أن حركة ديبلوماسية بين السعودية وإيران بدأت تنشط في الفترة الأخيرة كاسرة حالة الجمود والمراوحة بينهما التي استمرت طويلاً مؤخراً أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استعداد بلاده للتحور مع إيران قائلاً تواصلنا معهم ونحاول إيجاد طريق للحوار مع جيراننا في إيران لأننا نعتقد بشكل راسخ بأن الحوار هو أفضل طريق لحل الخلافات هذه التصريحات جاءت خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا بن فرحان أضاف متحدثاً عن رغبة المملكة بتحقيق الازدهار في المنطقة بشكل مشترك مع إيران فقال نشعر بقوة بأن ما نقوم به في المملكة وما يفعله الآخرون في المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاستثمار في بلدانهم بالتركيز على التنمية هو مؤشر قوي لإيران وغيرها في المنطقة بأن هناك طريقاً لتجاوز النزاعات التقليدية نحو الازدهار المشترك وفي مجال الطاقة أشاد وزير الخارجية السعودي بنجاحات أوبيك بلاس معتبراً أن أمن الطاقة يشكل أمراً أساسياً جداً بالنسبة للمملكة وأن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة في سياق متصل كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن استعداد بلاده لاستخدام عملات أجنبية أخرى غير الدولار في المبادلات التجارية الدولية خلال لقاء مع قناة بلومبرغ قال الجدعان لا توجد مشكلات في مناقشة كيفية تسوية اتفاقياتنا التجارية سواء أكانت بالدولار الأمريكي أم اليورو أم الريال السعودي الجدعان أضاف أيضاً لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تعزيز التجارة في جميع أنحاء العالم